طيب وإحنا بنذاكر شوية في موضوع اللعبة وأنا دايماً بحب إيه أفهم اللعبة قبل ما يبقى معي يضيف كبير زي حضرتك فيه تعديلات على اللعبة يعني فيه تعديلات في قوانية اللعبة فيه تعديلات في الشكل بتاع المنافسة بس أنا عايز حراكة تقولها تشرحها كده أنا مش إلا قريته مش عارف أقوله حتى فحراكة تبقى أضربين طبعاً إحنا لعبتنا لعبة شقة بتاخد يعني كانت على أيامنا بتلعب على خمس أيام وبعين بقت ثلاث أيام وبعين على يومين بقت على يوم واحد بقت تصفيات ونهائيات وسيمي فاينال الاتحادات الدولية بتعمل التغييرات في قوانينها في الجامعات الأممية اللي بتبقى بعد الأولمبيات على طول عظيم لأن قبل دورة الأولمبية بسنتين ممنوع تغيير أي حاجة في لوائح اللعبة عشان اللعبة بتجهز نفسها بطريقة معاناة للتأخل فما ينفعش فيه تغييرات صحيح فالاتحاد الدولي الخمس الحديث في الجامعيته الأخيرة اللي أقيمت في موناكو عمل بعض التغييرات وتبق إقرارها من الجامعات العمية التغيير الأبرز لها أنه هو عمل كوندنسيشن كده للعبة كلها أنها بدأ ما تخرص في يوم تخرص تسعين ديئة فتبقى زي كأنك تفرج على مبارة كرة قدم أو على فيلم يعني واللي بيملي هذا على الاتحادات خبالك هو الميديا تلفزيون لأن هو ده أساسي للعائد الأساسي للاتحادات فبالتالي كان فيه توصية بأن اللعبة يتم تكدسها كده في تسعين ديئة وكمان أعداد اللعبة بتصل لنهايات تقل عشان يبقى يعرف المشاهد يتابع عدد أقل كاميرا تعرف تمشي وراء عدد أقل تتفرج عليه فلعبتنا هتلعب يعني اللعبة الله يكون فعونه الحقيقة لأنه هيلعب ثلاثة أيام متتالية هيلعب تصفيات ثم سيمي فاينال أفضل ستة وتلاتين من مجموعتين ثم النهائي بـ 18 لعب ولعبة فقط الصعوبة فيها يعني مش هقول في ألعاب الفروسية والسلاح والعباية بس الصعوبة الأكبر هي في ألعاب الجاري والسباح إنك تعمل المتين متر حرة تلات يام وربعة إنك تعمل التلاتة كيلو بتاعت الجاري تلات يام وربعة عايزة قوة بدنية كبيرة إنما في الأخير نقول دي على كل فالمنافسة شريفة في هذا إنما أتوقع إن الأبطال يعني السن بقى بتاع البطل يقل شوية فهتبقى فرصة أكبر للأصغر سنا ودي ميزة المصر مش عيب إن إحنا متوسط أعمار لعبتنا أصغر من متوسط أعمار منتخبات كتير في أوروبا تحديدا يعني فده هو التغيير الأبرز في لعبتنا طيب أكيد حالك طول الوقت بيبقى فيه تجهيز من اتحاد الخماس الحديث إنه بقى عندها لعبين دوليين كبار إنه نقدم كل شوية المصر في كل أولمبياد لعبين يقدروا ياخدوا مدالية أنا دائما راجل بتاع خطط أنا بحب أسمع الخطط أو أشوف الخطط عاملة زي أو أشوف الناس بتفكر إزاي مش إنه إحنا نستنى بطل بالصدفة إنه ربنا يكرمنا يا ربي يجينا بطل المرات الناس في أي حتة في العالم وأكيد حالك شايف كل الناس اللي في العالم هو بيبقى رايح أولمبياد وعرف أنا هاخد مدالية أو هاخد مداليتين في اللعبة دي أنا عارف أنا هعمل إيه الخطة بتاعت حضراتكو عاملة زي خطة بتاعت مش بس الاتحاد خطة بتاعت مصر عموما كلاجنة أولمبية واضحة وصريحة من 2013 وإنت طالع يعني أنا أنا قدر أجزم إن آخر مدالية عشوائية لمصر هي كانت 2012 وكانت مدالية علاء أبو القاسم صحيح إذا ما كانش حد متوقع إنه هو يفوز بمدالية صحيح في لعبة شيش طبعا طبعا الفضية الفضية بعد ذلك من 2013 حتنا سيستم فبقى كل أولمبياد سواء الشباب 2014 أو ريدي جينيرو 16 أو الشباب 18 في بوينس آيرس أو أخيرا توكيو كنا بنعلن قبل الدورة بتلات سنين من هم اللاعبين اللي هيتأهله هنتأهل أو الترجم بتاعنا نتأهل بكام اللاعب في كام لعبة ومن هم اللي قدروا ينفسوا فيش بطل بييجي أبدا بالصدفة كده فجأة أي فجأة في الأولمبياد ما بيحصلش الكلام تمام فيه مقاومات واضحة وصريحة لهذا فعملنا في ريدي جينيرو لست 16 لاعب القادرين على المنافسة بفرص مختلفة وقلنا هيتطلع منهم من 3 إلى 5 ميديليات أولمبية وحصل لنطلع 3 ويمكن 2-3 خلاصوا بمركز الرابع كانوا قريبين أوي صحيح جينا في 2020 قبل ما توكي تأجل سنة صحيح قدرنا إن إحنا نتأهل بـ 145 لاعب ولعبة فيه 24 لاعبة أولمبية من أصل 28 لاعبة موجودة في مصر فقط لعبة أولمبية يعني فده كان عدد كويس جدا ثم قلنا إن إحنا عايزين نكسر لعدد خمسة اللي هو أكبر عدد من الميديليات جابته مصر في أولمبياد كبار في تاريخها حقيته 3 مرات الحقيقة حقيته في أولمبياد 36 ملين 48 في لندن وأثينة 2004 فإحنا قدرنا إحنا نكسر هذا الرقم وحاعلنا 6 ميديليات أولمبيا وده كان حاجة يعني أكثر من رائعة الحقيقة في الأولمبياد الأخيرة تحديدة وحراكتها تذكر يعني هنرجع شوية إنه الناس حصل لها حالة تشاؤم في الأول كل الناس إحنا فيش مديلي إذا يامع ما يتعدي مش بناخد مديليات لا بس دي وإحنا وإحنا قالونا قالونا إحنا أخد مديليات كويسة وما خدناش مديليات كويسة حصل في الأخير ما هو دي الفكرة بقى فان هقول لها حالة لك هي القصة إنه لازم الإعلامي صلى تدق إن أي بطولة بتتلعب الميديليات بتبقى إمتى؟ بتبقى في النهاية خلاص يعني مثلا بطولة الكورة خلاص عندك التفسيرات المجمية وبعدين قبل الكورتر فاينل بعدين السيمي فاينل بعدين الفاينل ففي الأول طبيعيا إنه مفيش مديليات لسه خلاص في ألعب بتبقى النهائي بتاعها في نفس اليوم بالظبط أشهر دي موازين معينة في تايكوندو مثلا فإحنا كنا عارفين بالظبط مين اللي بنفسه وموعد الميديات بتاعتهم إمتى؟ صحيح فكان دايما أنا حتى وأنا الإعلام بيكلمني وأنا في توكيو بقول له يعني انتظر إحنا إحنا في آخر يوم عندنا منافسة على يعني منافسة كانت على ثلاث ميديليات في آخر يوم اليد بيلعب في الثالث والرابع الخماسي بيلعب نهائي الولاد والكاراتيه في ريال بتلعب على نهائي الكاراتيه صحيح فحيحنا اثنين من الثلاثة يعني وده حاجة كويسة الحقيقة كان عندنا فرص للألعاب أخرى منها تنافس طبعاً كان عندنا يعني الألعاب اللي كان عندها فرص للألعاب الجامعية كانت كرة القدم واليد مسبوط والناس كانت متشأة منها كنت خدوا مش شاف تعدي من المجموعة الصعبة اللي فيها أسبانيا وفيها الأرجنتين صحيح طبعاً أجوة صعبة إنما قدروا يعدوا لما يعدوا كمان من دي وبعد يقابلوا برازيل اللي هي أجابة الدهبية في الآخر كان موضوع مش سهب صحيح ونتغلب واحد صفر فقط برضو كانت نتيجة يعني طبيعية بقول يعني مش أكتر من كده كان ممكن الطريق أسهل من كده اليد كلنا كنا بعد ما شوفنا اللي حصل كاس عالم هنا ونتغلب في دور التمانية من دنمارك بالعافية صحيح خلاص بعد وقتين إضافين وضربات جزاء فكلنا كنا كلنا متفائلين سوري إن إحنا ربنا هيعوضنا خير في الأولمبياد واخد كان يعني هنوصل لأول مرة للسيمي فاينل حاجة أكثر من رائعة وإن شاء الله تحدد يبني عليها لأولمبياد 24 دعاب الفردية واضحة وصريحة في ألعاب رقمية واضحة زي ألعاب القوة والسباحة وكنا كله فإحنا عارفين قردي إن فرصنا فيها شكلها إيه بالزبط مزبوط أما الخماس الحديث فإحنا من الأول مسافين بولدين تأهلنا بأخصى عدد اللي هو ولدين وبنتين مزبوط وبالعكس إحنا تأهلنا بأكتر من كده كمان ودول قليلة جدا يمكن إحنا وكوريا وفرنسا وألمانيا كنا الدول الوحيدة اللي تأهلت بأكتر من الحد الأخصى للكوتة اللي هو 2 و 2 فكما نحققنا إن إحنا نختار مين اللي يلعب نتأهلنا حضرتك بأربع ولاد وثلاث بنات والعندة بأقوى اثنين عندنا في هذا التوقيت وقلنا من الأول إن أي ولادين عندنا هيتأهلوا هلنافس بيهم يعني كان ممكن أحمد أشرف على فكرة كان في التصنيف العالمي سابق أحمد أسامة الجندي كانوا داخلين على الأولمبياد واحد مصنف السابع والتاني التاسع تمام و الجندي اللي خد المدالية إنما الجندي اللي خد المدالية يا ربنا كذبهاله طبعا و خلصوا بطبط العالم اللي قابليها كانت بشهر ثالث ورابع الجندي كان ثالث وإحمد أشرف كان الرابع في الفردي البنات قلنا إن بناتنا صغيرين يعني سواء التلاثة لتأهلوا كانوا هايدي عادل وأميرة أنديل وسلم أيمن عبد مقصود التلاثة وصغيرين ثلاثة موليد تسعة وتسعين و ألفين و ألفين و ألفين و ثلاثة فدول ننتظرهم في أربعة و عشرين و ثمانية و عشرين إن شاء الله إن شاء الله و قدوا أداء كويس يعني قلنا إن هم هيخلصوا من شاء الله يعني في النص مش هنخلص في ذات الأواخر و قد كان طيب